اليوم سنتعرف ما سبع من أكبر السدود الضفنة على وجه الأرض والتي لا تعد عجوبة هندسية فحصة بل لها أيضا تأثيرا كبيرا عن البيئة والمجتمع والاقتصاد هذه هي السدود التي ينتهي تثنين مليارات الأمطار المكعبة من المياه وتوديد ألاف الميجاوات من الكهرباء والسيطرة على الفيضانات والجفاف سواء كنت من محبي السدود أو من كارهيها فسوف تندهش من هذه الهيكل الهائلة والمزهلة هيا بنا نبدأ أهلا مرحبا بكم في قناتنا كل يوم معلومة جديدة حيث نقدم لكم الحقائق والمعلومات الأكثر روعة من جميع أنحاء العالم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سد كوفر الولايات المتحدة سد كوفر هو سد خرصاني جو جاذبية مكوصة يمتد على نهر كولور عضو بين ولايتين فادا وأرازونا تم بناء السد بين عامي عامي 31 و 1936 خلال فترة الكساد الكبير وصمي على اسم الرئيس هارورد هوفر يبلغ ارتفاع السد 220 متر وطوله 380 متر وصمقه عند القاعدة 200 متر ويشكل السد بحيرة مين أكبر قزان في الولايات المتحدة بساعة 28.5 مليار متر مكعب من المياه ويحتوي السد أيضا على محطة الكهرباء بها 17 ترمين يمكننا توليد ما يصل إلى 280 ميجاوات من الكهرباء ويعتبر السد معلما وطنيا ومعلما سياحيا يذب ملايين الزوار كل عام سد كريبة سد كريبة هو سد رقوص فرصاني يعبر نهر زامبيزي بين دولتين زامبيا وزينبابوي ثم بناء السد بين عامي 1955 و 1959 بالتعاون مع الحكومات الإستمارية البريطانية يملأ ارتفاع السد 128 متر وطوله 579 متر وصمقه عند القنة 24 متر وينشأ السد بحيرة كريبة أكبر بحيرة صنعية في العالم بساعة 180 مليار متر مكعب من المياه ويضمن السد أيضا محطتين للطاقة واحدة على كل جانب من المهر بإجمالي 10 توربينات يمكنها توليد ما يصل إلى 1626 ميجاوات من الكهرباء يعد السد مطلع للطاقة الكهرومائية والرأي ومصايا الأسماء ولكنه أيضا سبب لمشاكل بيئية واجتماعية مثل النظوح والفيضانات والتأكل سد كوري بنزويلا سد كوري هو سد فرسوني وجسد يحدث نهر كاروني في ولاية بوليفار بنزويلا تم بناء السد على المرحبتين الأولى بين عامي 1963 و1978 والثانية بين عامي 1978 و1986 ويبلغ ارتفاع السد 160 متر وطوله 1370 متر وينجأ السد خزان كوري ثالث أبت خزان في العالم بساعة 135 مليار لتر مكعب من النيع كما يضم السد محطة لتوليد الكهرباء تضم 20 توربينا يمكنها توليد ما يصل إلى 10,325 ميجاوات من الكهرباء بما يجعله الثالث أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم وفر السد حوالي 70% من احليلات من زويلة من الكهرباء لكنه يوجه أيضا تحديات مثل الجفاف والترسيب الصيام سد الخالط الثالثة الصين سد الخالط الثالثة هو سد خرصاني يمتد على مهر الينديتسي في مقاطعة هوبي الصين وتم بناء السد بين عامي 1994 و2012 كجزء من المشروع ضخم للتسكير طقة ومياه النهر يبدو ارتفاع السد 180 متر وطوله 2335 متر وسوقه عند القاعدة 115 متر وينشأ السد خالط الثالثة وهو خانس اكبر خالط الثالثة في العالم بساعة 39.3 مليار متر مكعب من المياه ويحتوي ايضا على محطة لتوليد الطاقة ايضا على 32 توربينا يمكنها توليد ما يصل الى 23500 ميجاوات من الكهرباء مما يدعلك اكبر محطة للطاقة الكهرمائية في العالم يعد السد مصدرا للطاقة النظيفة والسيطرة على الفيادانات والملاحة إيتيبو البرازيل سد إيتيبو وسد خرصاني يعبد النظر بارانا بين دولتين برازيل وبرابوي وتعمل بناء السد بين العمي 1975 و 1984 ومشروع اشترك بين البلدين يبلغ ارتفاع السد 196 متر وطوله 8 تيلو متر وسوقه عند القاعدة 165 متر وينشئ السد خذان إيتيبو الى او ارتفاع خذان في العالم بساعة 29 مليار متر مكعب من المياه كما يضمن السد محطة لتوليد الكهرباء تظن عشرين توربينا يمكنها توليد ما يصل الى 14000 ميجاوات من الكهرباء مما يجعله ثاني أول محطة للطاقة الكهرمائية في العالم فالسد مصدر للطاقة المتجددة والتكامل الاقليمي والتنمية الاجتماعي ولكنه أيضا سبب القضايا البيئية والسياسية مثل إزالة الغربات واللوفة الديون سد جراند كولي البلايات المتحدة هو سد خرصاني يعمل بالجاذبية ويحكي بنغر كولومبيا في ولاية واشنطن تم بناء السد بين الرماية 1933 و 1942 أجزل من البرنامج الصفقة الجديدة وتم توسيعه بين الرماية 1967 و 1974 يمنغ ارتفاع السد 170 متر وطوله 1590 متر وينشأ السد بحيرة فرانتين أكبر خزان في الولايات المتحدة بساعة 12.8 مليون متر مكعب من النياء ويحتوي السد أيضا على محطة لتوليد الطاقة يحتوي على 33 توربينا ممكن لتوليد ما يصل إلى 6800 و 980 كهرباء بما يجعله سيدس أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم يعد السد مصدرا للرؤية والسيطرة على الفيضانات ولكنه أيضا مصدرا للجدل بسبب تأثيره عن النظام البيئي للنهر والخبائل الأصلية وهيجرة سالمون سد جينبينج إي السين سد جينبينج إي هو سد مقاوس كورسوني امتد على نهر اليالونج أحد روافة نهر الينجليستي في مقاطعة سيد فوانت بالسين وتم بناء السد بين الرمية 2005 و 2014 ضمن مشروع نقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق الذي يهتف إلى إمداد المعاطق الشرقية من السين بالكهرباء يبلغ ارتفاع السد 305 متر وطوله 339 متر وصدقه عند القاعدة 60 متر وهو الخزان رقم 79 في العالم من حيث الحل بساعة 7.7 مليون متر مقاعد من المياه يحتاج السد أيضا على محطة للطاقة بها ستة تروبيلات إمكانها توليد ما يصل إلى 3.600 ميجاوات من الغرباء مما يجعله خانس عرش أكبر محطة للطاقة الفهرومائية في العالم نعد السد مجدرا للطاقة النظيفة والحفاظ على المياه والتنمية الاقتصادية ولكنه أيضا مصدرا للقلق نظرا لموقعه في منطقة زنزالية وتأثيره على التنوع البعيد وجيد النهر هذا ما كان لدينا لنقدم لكم في هذا الفيديو عن أكبر 7 سدود ضخمة على وجه الأرض ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم إذا أعلمكم هذا الفيديو لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو أخر إن شاء الله